تعلم تقدير الذات ذات مرة شارك أوليفر ويندل هولمز في اجتماع كان هو أقصر الحاضرين فيه فمازحه أحد الأصدقاء قائلا له أعتقد أنك ربما تشعر بالقصر بينما نحن رفاقك الأطول فرد عليه هولمز وهو يمازحه أيضا قائلا بالفعل فأنا أبدو كالسند وسط العديد من الدولارات ابدأ بنفسك وجدت الكلمات التالية مكتوبة على مقبرة أحد رجال الدين في مدافني وستمينستر عندما كنت صغيرا وحرا ولم تكن هناك حدود لخيالي حلمت بتغيير العالم وعندما كبرت وأصبحت أكثر وعيا ونطجة اكتشفت أن العالم لن يتغير فلذلك اختزلت أمنيتي إلى حد ما وقررت أن أغير وطني فقط ولكن ذلك أيضا بد صعبا للغاية ولا جدوى منه وعندما وصلت إلى مرحلة اكتمال النطج وفي محاولة آخيرة يائسة قررت أن أغير عائلتي فقط هؤلاء الذين يعدون أقرب الناس إليه ولكن وحسرتا لم أستطع أيضا تحقيق ذلك والآن بينما أنا راقد في فراش الموت أدركت فجأة أنه لو أنني قد غيرت من نفسي أولا لكان بإمكاني أن أغير عائلتي فمن إيحاءاتهم وبفضل تشجيعهم كنت سأقدر على تحسين موطني ومن يعلم ربما استطعت أن أغير العالم بأسره مجهول لا شيء سوى الحقيقة يروي لنا ديفيد كاستيفنز الذي يعمل في جريدة دالاس مورنينغ قصة عن فرانك سيمانسكي لاعب الوسط في فريق نوتردام في الأربعينيات والذي تم استدعاؤه كشاهد في قضية مدنية في مدينة ساوثبيند سأله القاضي هل أنت ضمن تشكيل فريق نوتردام هذا العام؟ رد عليه قائلا نعم سيدي سأله القاضي في أي موقع؟ رد عليه فرانك في الوسط سيدي فسأله القاضي ما مدى كفاءتك كلاعب وسط؟ شعر سيمانسكي بالخجل والارتباك ولكنه قال بثبات سيدي أعتقد أنه لا يمكن لفريق نوتردام أن يضم لاعب وسط في مثل كفاءتي فاندهش المدرب فرانك ليه الذي كان في قاعة المحكمة عندما سمع ذلك فإن سيمانسكي كان معروفا دائما بالتواضع وعدم الادعاء لذلك عندما انتهت الإجراءات أخذ المدرب سيمانسكي جانبا وسأله لماذا قال ذلك فحمر وجه سيمانسكي خجلا ورد عليه قائلا لم أكن أحب أن أقول ذلك سيد المدرب ولكن بالرغم من أي شيء فقد حلفت اليمين الإلمام بجميع القواعد يروى أن صبيا صغيرا كان يتحدث إلى نفسه وهو يمشي في الفناء الخلفي لملعب البسبول وهو يرتدي قبعة البسبول ومعه الكرة والمضرب وسمع وهو يقول بفخر إنني أعظم لاعبي بسبول في هذا العالم ثم قذف الكرة في الهواء وسدد ضربة إليها ففقدها وبشجاعة وأقدام التقت الكرة الثانية وقذفها في الهواء وقال لنفسه إنني أفضل لاعب على الإطلاق وسدد ضربة إليها ثانية وثالثة وفقدها أيضا فتوقف لمدة دقيقة لكي يفحص المضرب والكرة بعناية ثم قام مرة أخرى بقذفها في الهواء وقال إنني أعظم لاعبي بسبول يحيى على هذه الأرض وسدد ضربة إليها الكرة وللمرة الأخيرة فقدها هنا هتف قائلا يا لي من رام جيد مصدر مجهول كانت حفيدتي في أحد الأيام منكبة على رسم شيء ما في إحدى الأوراق وعندما سألتها عما ترسم أجبتني بأنها ترسم الشيطان قلت لها ولكن لا أحد يعلم شكل الشيطان ردت علي قائلة سيعلم الجميع ذلك عندما أنتهي من رسم هذه الصورة جاك هول اعترافي بتقدير الذات إن حقيقة جيدة بشكل كاف فقط إذا كنت أعبر عنها بصدق كارل روجرز العبارات المذكورة فيما يلي كانت مكتوبة ردا على سؤال فتاة تبلغ من العمر 15 عاما عندما سألت كيف أعد نفسي لخوض حياة مثمرة أنا لست سوى نفسي ليس هناك في هذا العالم بأسره من يشبهني في كل شيء هناك أناس لديهم بعض الجوانب التي يشبهونني فيها ولكن لا أحد يشبهني تماما لذلك فإن أي شيء يصدر مني فهو بكل ثقة يخصني وحدي لأنني وحدي التي اخترته إنني أملك كل شيء خاص بي جسدي بما في ذلك كل شيء فيه عقلي بما في ذلك جميع الأفكار والمعتقدات عيناي بما في ذلك جميع الصور التي تراها مشاعري على اختلافها غضب سعادة إحباط عب قيبة أمل إثارة فمي بما في ذلك جميع الكلمات التي تصدر عنها سواء كانت مهذبة رقيقة أو فضة وسواء كانت صحيحة أو غير صحيحة صوتي مرتفع أو منخفض جميع أفعالي سواء كانت مع الغير أو مع نفسي إنني أمتلك خيالاتي وأحلامي وأمالي ومخاوفي إنني أملك جميع إخفاقاتي ونجاحاتي جميع انتصاراتي وأخطائي ولأنني أمتلك كل شيء فيه يمكنني أن أصبح على صلة وثيقة وحميمة بنفسي وبفعل ذلك يمكنني أن أحب نفسي وأن أصاحبها ويمكنني حينئذ أن أجعل كل شيء فيه يعمل لأجل تحقيق أهم اهتماماتي أعلم أن هناك جوانب تحيرني في ذاتي وجوانب أخرى لا أعرفها ولكن طالما أصادق وأحب نفسي يمكنني بشجاعة وأمل أن أبحث عن حلول لما يحيرني أن أجد الطريق الذي سيمكنني من اكتشاف ما لا أعرفه عني مهما كان ما أنظر إليه وأسمعه مهما كان ما أقوله وأفعله ومهما كان ما فكرت فيه أو شعرت به في لحظة من اللحظات فهو بالطبع يمثلني فذلك ينطبق علي ويمثل مكاني في هذه اللحظة عندما أسترجع فيما بعد كيف نظرت وسمعت ماذا قلت وفعل كيف فكرت وبما شعرت ربما تكون هناك أجزاء غير متطابقة أو متوافقة أو متناسبة مع بعضها البعض يمكنني أن أطرح جانبا ما هو غير متناسب وأحتفظ بما هو متلائم وأخترع شيئا ما جديدا لما قمت بطرحه جانبا يمكنني أن أرى وأسمع وأشعر وأفكر وأقول وأفعل فإنني أمتلك مقومات الحياة مقومات تعايشي مع الآخرين مقومات نقصي وصلاحي ولدي المقومات التي تمكنني من أن أفهم كيف يسير العالم من حولي إنني أمتلك نفسي ولذلك يمكنني أن أوجه نفسي أنا لست سوى نفسي وإنني على ما يرام السيدة ذات المظهر البشع اعتادت هذه السيدة أن تنام في مكتب البريد الموجود في الشارع الخامس يمكنني أن أشم رائحتها قبل أن أصل إلى المدخل الذي تنام فيه لكي أستخدم الهواتف العامة لقد شممت الرائحة الكريهة التي كانت تنبع من طبقات الملابس القذرة التي كانت ترتديها وكذلك الرائحة الكريهة المنبعثة من فمها الخالي من الأسنان وإذا لم تكن نائمة فقد كانت تتمتم بأشياء غير مفهومة يقومون الآن بإغلاق مكتب البريد في الساعات السادسة لكي يطرد منه المشردين لذلك فهي دائما ترف وتدور وتتجول على الرصيف وهي تتحدث إلى نفسها ففمها دائما فاغر كما لو كانت أجزاؤهم مفككة من بعضها البعض وأخذت رائحتها في التضاؤل عندما هبى الناسي من ناعم وفي إحدى الليالي بعد وجبة جماعية كان لدينا الكثير من الطعام الوفير الذي تبقى منا فقمت بالتقاطه وتعبئته واستأذنت من الآخرين وقدت سيارتي إلى الشارع الخامس لقد كانت ليلة قاسية البرودة وكانت أوراق الشجر تعصف بها الريح فتلتف كدوامة في الشوارع لم يكن هناك شخص خارج من منزله إلا المشؤومين الذين ليس لديهم منزل دافئ أو مأوى يلجأون إليه فكنت أعلم أنني سأجدها كانت ترتدي الملابس التي ترتديها دائما حتى في الصيف الطبقات السميكة من الملابس الصوفية التي تخفي جسدها العجوز الأحدى كانت يدها النحيفة جدا تتشبث بعربة التسوق بالبضاءة وكانت تقعد القرفصاء إلى جانب سور شاعك أمام الملعب الموجود بجوار مكتب البريد وكنت أتساءل لماذا لم تختر مكانا أقل عرضة للرياح أعتقد بل أفترض أنها مجنونة حيث أنها لم تحتمي داخل أحد المداخل ذهبت بسيارتي إلى الشارع الخامس وفتحت نافذة السيارة وقلت لها أمي هل لا؟ فصدمت عندما سمعت كلمة أمي ولكنها كانت بل هيها بد عليها ما لم أستطع فهمه أو إدراكه قلت لها ثانية أمي لقد أحضرت لك بعض الطعام هل تحبين بعضا من لحم الديك الرومي المحشو وفطيرة التفاح؟ نظرت إلي السيدة العجوز وقالت بهدوء ووضوح بينما يرتعد فكها السفلي لا شكرا جزيلا إنني أشعر بالشبع الآن لماذا لا تأخذ هذا الطعام وتعطيه إلى شخص يحتاج إليه بالفعل؟ كانت كلمتها واضحة وكانت أخلاقها عظيمة ثم انصرفت وعندما فعلت ذلك وضعت رأسها ثانية بين طيات ملابسها البالية بوبي بروبيستيان القدرة على الاستجابة إن اللعبة التي نلعبها هي أننا نحاول أن نتظاهر ونتظاهر أننا لا نتظاهر إننا نختار أن ننسى من نحن فعندئذ ننسى أننا قد نسينا من نحن حقا إننا ذلك المحور الذي يدير العرض بحيث يمكننا أن نختار الطريق الذي سنسلكه إننا نحن ذلك الضمير الذي تنعكس من خلاله الصورة المثلى للكون ولكن في محاولاتنا للتكيف مع ما يقابلنا من مواقف نختار بإرادتنا أو رغما عننا أن نصل في النهاية إلى نتيجة سلبية لكي نتجنب العقاب أو خسارة الحب اخترنا أن نتصل مع قدرتنا على الاستجابة متظاهرين بأن الأمور تحدث رغما عننا أو أننا لم يكن لنا يد فيها وأننا قد غلبنا على أمرنا إننا نقمع أنفسنا وعتدنا على هذه الحالة التعذيبية للنفس وهذا الضعف وهذا التردد ولكننا في الحقيقة أحرار ونحن مركز للطاقة الكونية فإرادتك هي قوتك الحقيقية فلا تتظاهر بأنك لا تمتلكها وإلا فلن تمتلكها برنارد جنثر القواعد التي تجعلك إنسانا واحد سوف تمتلك جسدا ربما تحب ذلك أو تكرهه ولكنه سوف يكون ملكك للفترة المقبلة بأكملها في حياتك اثنان سوف تتعلم دروسا لقد تم تسجيل اسمك في مدرسة تقضي فيها جميع وقتك تسمى الحياة سيكون أمامك في كل يوم من أيام المدرسة الفرصة لتعلم الدروس ربما تحب هذه الدروس وربما ترى أنها لا فائدة منها أو أنها غبية ثلاثة لا يوجد هناك أخطاء فقط الدروس إن النمو عملية تتكون من التجارب والأخطاء نوع من الاختبار وتعد الاختبارات الفاشلة جزءا من هذه العملية وكذلك الحالة بالنسبة للاختبارات الناجحة أربعة يتم تكرار وإعادة الدرس حتى يتم تعلمه واستيعابه سوف يقدم إليك الدرس في أشكال مختلفة حتى تستطيع استيعابه وعندما تستوعبه يمكنك حينئذ أن تنتقل إلى الدرس التالي خمسة تعلم الدروس لا ينتهي لا يوجد جزء من أجزاء الحياة إلا وكان يحتوي على ما يخصه من الدروس فما دمت حيا فهناك دائما دروس تنتظرك كي تتعلمها ستة هناك ليس أفضل من هنا عندما يكون هناك الخاص بك قد أصبح هنا فسوف تحصل بسهولة على هناك آخر والذي سوف يبدو لك للمرأة الثانية أيضا أفضل من هنا سبعة ليس الآخرون إلا مرآة تعكس صورتك لا يمكنك أن تحب أو أن تكره شيئا ما في شخص آخر إلا إذا كان ذلك يعكس شيئا ما تحبه أو تكرهه في نفسك سمانية ما تريد صنعه في حياتك أمر راجع إليك إنك تمتلك جميع الأدوات والمصادر التي تحتاجها وما تفعله بها أمر راجع إليك فالاختيار متروك لك تسعة إن إجابتك تكمن بداخلك الإجابات على أسئلة الحياة تكمن بداخلك كل ما تحتاج إليه هو أن تنظر وتسمع وتثق عشرة سوف تنسى كل ذلك شري كارتر واسكوت